السلام عليكم اخوتي اخواتي كديرين مزيان صحيحة لا بس اتمنى ان شاء الله الفيديو وقاكم بخير على خير لأول مرة غاديدخل شوف مطبق سمية الزبا قولوا مرحبا والف الف مرحبا منسى جلت ابونا معي باش بقى يجيه كل جديد واللي معنا قولوا الله كتر خير والله جزائي بالخير كاتفحون اخوتي مرحبا جداد ومنسوش الناس قدمتو مرخير وبركة مرحبا بكم اخوتي كامل صغارة كبارة رجال النسائن ديروح اللايك انسوني ديروح اللايك الله يجازيكم بالخير موي بعد النهار ان شاء الله غنديرو معكم معقودة بحادي المحلات اللي قدتبعت بره ان شاء الله ويكون حسن لي مالا موي بغيت تبعو المراحل طريقة تحضير وبسم الله الرحمن الرحيم موي ما تبتشوف اخوتي هنا عندي بطاطا جيت ليلى وخسل تبزي كان لحطها في المات تسلق متاكو كوتاكو ستسدث ليها بالنسبة لهالبطاطا فالوقيتين انتم ما تشوفو كي لا تكون الطب ضغيه كي لا كي لا تتفرقها ضغيه كي لا موي مخليطة الطيب وصافي خرجتها هانا انقشرة معكم هكا باش نباعكوها موي مخوتي حسب بطاطا نادرة تستادي البطاطا هكا موي متياربعة كبار وثلاثة صغار وموي ملي عندكو دايما نقولو اخوتي حسب افراد الاسرة اللي اكتار يتبقى الله يزيدو اللي قلال يقلو مهم تبقى الله هانا الكمية طهنة كمية وفية ركالو من نوقة لنا شوية المهمة اخوتي انتم ما تشوفو جبت المعاكو هكا وهي مازالة صخونة صفعة قشرت المعاكو المهم بغتتدرو فورشيطة ديروها مهمة تباعكو دغيه ماشي زعب محتشي صعوبة المعاكو تباعكو دغيه ماشي مشكلة ماشي مشكلة صافي هالطريقة هكا كان مهمة تباعي من هنا اضرب هنا اضرب الهيه صافي هالشيلي كين وانا ندرول الشرمولة نحاول نجمعوية مازالة صخونة قوي هالطريقة انتجمعوية بلاه وانا نسبت ينافل الهيه اضافه نعيد ان نشارموية دياله ده بغان نديرو هنا وايه المعاكو الصغيرة دياله اخترت تومي بودره نعم نجمعوية كمي بودره ديت اخترت تومي بودريه ملحها لحصه بدق هنا الفريل الهجب سعب معاكو صغيرة والتحميرها معاكو صغيرة كلها الحرار كمية البطاطا كان قليلا قد قلوا وكان كثيرا وضروري العطرية ومهم خلطوا هكذا ضروري خلطوا بيدوك مزيان 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 مجدخلكم العناصر مزيان ودوسوا على الدقو جاكم الملح هو هاداك صافي جاكم بديو وزيدو مهم الملح لحصاب الدقو والحرارة لحصاب الدقو انا ما اجملش الحر وميل ملحة نخلطها مزيان 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 ونخلوها برد مما نحطها في الحلوة الثلاجة نحن دعوها على جانب ونرجعو لي لها فهذا الوضع لحظة تردت ونحاول ندللها كميكا المهم هي الحطيات ونحاول نقرسها باستطاق ونقرسها 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 ونصدها لأجنب سوف نست victories والجنب iTunes ونقرسها ونقرسها حول ما ارتفع وأن Machine proof نحن نسيبها في كمية ونسيبها دعوها برد كمية ونسيبها دعوها عدد برد الحمد لله برحمة الواسع لا يحتاج أن نضعها في كمية برد كمية نحن نسيبها لدينا فرص نعطي الملح على حصاب الدوك نقوم بطاطا نقوم بطاطا نعم نقوم بطاطا قام بطاطا لكي تكون ملحة كاميرا لتكون أفضل فقط نقوم بطاطا الملح وضروري نديرو خميرة. الخميرة اخوتي دا بالحسب البرد ترتانى معلقة صغيرة. لكن الصيف ديرو عقير شوية غير نصد المعلقة غير 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 خميرة تفعل خميرة والمدافي. هاد الخميرة اخوتي هي اللي اتخلي معقودة دي لنمأ تشربش الزيت نهائيان بتاتاتل. مهم لا حسب اخوتي هاد ما تشوفو ما عبرتكم شو ولكن انا ما بين اخبو يبشو بي ونقصو مخلطو من خلطو من خلطو من خلطو من خلطو من خلطو. مهم هاد ما تشوفو انا مريحوا مقاوم دي لنخفطو هكا مزيان مزيان. لأنه يكون أسفل ويكون أسفل ويكون جدد تقريبا بسبب الحجل هالك سيكون مهمهي أنا أريكم في المعلقة يبقى لصق على المعلقة ويبقي بأكب صبعك في الوسط ويبقي بأكب لاسقش للاجين يكونوا عارف قوام ديال ويبقي ما تديروش جاري وما تديروش قصح لأنه لاذا ديرتو جاري بطاطا ديالنا ما تشتش فيها هاد العجينة وما تدفق تلصق لكم وتفك في المقلة اضافة 10 دقائق اضافة المقلة اضافة المقلة اوه مقلاتكم الغشوية فيها الزيت. ايه نحن في هاتف طريقة نحط لنا قد انا ونلبسها باستفادة في الاجينة ونحن نحاول فائد اللي عنده في الزب هكا نحايدو مع الجناب هكا ونحن في تجعل هذا الأول وستضع الزيت ناقص أجرب الزيت لفضيلة في حياتي لنضع حوالي فالزيت لنضيف حياتي في هذه المساطين من سمارة سوف نقرركم ونلتقى أن تجعل الجميع الريق والتوضي ونقلب فلنقلب الزيت كليل كثيرا. ماشي كثيرا بزيف. وصافي وماشي قليلة قعقع. ومن بينها. هنتم تشوفوا القياس دياز زيت. صافي نحاول نقلبه مرة ثانية على وجهها. واللون تحكمه. مهم اللون المعقودة ديال الزنقة هو هدا. اللي بقيته جديد وخليوها حمار. لكم الاختيار دايما نقول له خطير قد وقت اختالي. سيبولي. اعجبكم مهم على عشار. هكم تركتي في صافي هالشركة صافي. هنتم تشوفوا اللون ديال انا خليته هكام ذهبي. باركة عليه. صافي قلبته هكام من تحت نجبرها صافي راه طابت لي. صافي مقنسلتها. شوفوا اللون ديالا. كيف جاء. وصافي انحايدا. هاتم تشوفوا مفرش لالالو باراق والتحجي راه ما ادبقاش بها الزيت نهائيا على ضمان تغيجربه بهذه الطريقة ان شاء الله. آآ راه على ضمانتي. صافي اخوتي نفس الكمية العودة مرة تانية. بالنسبة لسيت اخوتي راه ما ضروري مد قلال. صافي عودتها. وعملت الزيت وخليتها سخن وكمة كمية. هنتم شفتوا بقاش حرقالي ديالالجينة. صافي هالشي اللي هاده. والمعقدة ديالن هي هذي. تمنا تجربوها وليجرباتها بصحة وراح طرم جربتها شي. سمحنا. يا الله اخوتي مع الفيديو المقبل ان شاء الله باني محيد للاحد. مع السلامة. اشتركوا في القناة.